اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بالمتابعين والمشتركين اخبار حضراتكم ايه منورين طبعا مبسوطة جدا انا بكلمكم كل شوية بفيديوهات وتوقعات مهمة جدا واخبار مهمة جدا لكل حاجة بتحصل حوالينا والتوقعات اللي ممكن تحصل في 22 كنا منازلين من فترة فيديو لتنبؤات او توقعات نوستراداموس في كتابه نزلنا فيديوهين في كتاب اول فيديو عن كتابه اسمه تنبؤات اللي نزله سنة 1555 وكتاب اخر اسمه سينشريس او كورون برضو في تنبؤات المهم اشتركت الاتنين او اشترك الكتابين في موضوع مهم جدا وهو الزومي كنا ساعتها قلنا في الفيديو ممكن يكون الزومي ده عن طريق تحور في فيروس كورونا بيسبب في اعراضه ان الناس تبقى عاملة زي العيشة والميتة بتتحرك بحركات غريبة ولكن تحققت النبوءة بالفعل تحققت النبوءة بالفعل او التوقع بالفعل زي ما هو ايض بالزبط لكن مش مرتبط بفيروس كورونا زي ما حلنا ولكن مرتبط بنوع من المخدرات اضع على ناس كتيرة جدا انا هكلمكم عن الموضوع ولكن نشوف التوقع الاول عشان نفكركم به عشان نقدر نربط الحدث بالتوقع كان نستراداموس بتكلم ان احنا هنشوف حاجة اسمها زومب الايامة وكان الكلام ده موجود في موقع اسمه يورلي هورسكوب ده مسؤول برضو عن ان هو بينزل توقعات نستراداموس للاعوام وكان بيقول انه ممكن يشير عام 2021 يعني في النهايته او في بداية 22 الى صعود الاحياء الاموات وقال الموقع انه بعد تحليل نصوص من خبراء الارصاد الفرنسيين يمكن ان يشهد العام المقبل اللي هو سنة 22 نهاية العالم من الزومبي وكتب نستراداموس وقال قل من الشباب خدوا بالكم هو حدد ايه حدد مين اللي هم هيتعبوا او مين اللي هيتحول لزومبي قل من الشباب نصف موتة لنبدأ ماشي وقال ايضا وهذا يعني وفق الموقع ايير لهورسكوب ظهور الزومبي واضاف المنجم الفيلسوف الفرنسي ان بسبب ظهور الزومبي دول في الشباب هيموت الاباء والامهات من احزان لحصرة لها انهم حزنين على ولادهم او شبابهم نساء في حداد والوحش الموبوق لن يبقي العظماء كل العالم سينتهي لن يبقي العظماء حتى الناس المشهورة او المعروفة هتنتهي بسبب هذا طيب فين بقى الدليل على ان التوقع ده حدث هقول لكم خبر موجود نزل على موقع العربية ونزل على موقع كتيرة جدا بتتكلم عن هذا المخدر الغريب وتأثيره المميت على الناس ومن ضمن اعراضه الجانبية ان الشاب من دول او يعني اين كان من اللي هياخده لما بياخد المخدر ده من ضمن اعراضه انه بيمشوا نفس ماشية الزومبي اللي بنشوفها في الافلام الاجنبي مبيقدرش تحكم في اطراف جسمه في ايديه ورجليه او حتى في رقابته بيمشي ماشية غريبة كده شبيهة بالزومبي وبيبقى مجدرين بالدنيا ولا عارفين ايه اللي بيحصل حواليهم كأنهم مسلوبين العقل والارادة وده طبعا بيبقى موجود طبعا في المخدرات وموجود في الادمان وده حاجة معروفة ولكن الغريب ممكن حد دلوقتي يقول ان ده قريبة من اعراض الاستروكس او المخدرات الموجودة لا ده اصعب لان المخدر ده بيقول انه هو اقوى من الهيروين بتلاتين مرة اقوى من الهيروين بتلاتين مرة تعال نشوف ايه اللي حصل في امريكا وان الزومبي موجود في امريكا عن طريق هذا المخدر بعد وفاة عشرات الالاف في امريكا ما هو مخدر ال فينا الفن تانيل او الفن تانيل الفن تانيل truth is الفن تانيل تسبب في وفاة عشرات الالاف في امريكا متخيلين ممكن حدي يقول عشرات الالاف ده على مدى مثلا خمس ست سنين او عشر سنين عشرات الالاف ده يا جماعة في مدة سنة واحدة وهقول لكم الموضوع زي ما موجود بالزبط انتشرت العديد من مقاطع الفيديو المروعة وارجوكم انا بقول لكم اهو ارجوكم ابحثوا عن الموضوع وتفرجوا عشان انا مش هينفع انزل الفيديوهات بسواء بحقوق الطبع والنشر عازاكوا تشوفوا الناس عامنا ازاي انتشرت مقاطع فيديو مروعة في شوارع مدينة فلدلفيا الامريكية والتي يظهر فيها اشخاص بيشبهون الزومبي الى حد كبير والسبب هو ادمان مخدر الفنتانايل الاكثر فتكا على الاطلاق والاقوى بتلاتين مرة من مخدر الهروين بحسب موقع العربية ويمكن في غضون ثوانا ان تقتل حبة زرقاء صغيرة متخفية في شكل مسكن للألم المفروض المخدر ده موجود بشكل طبيعي في السيداليات ومستشفيات ولكن بيتصرفوا لمرضى السرطان لان هما بيعانوا من الام رهيبة فهو المفروض بياخدوا لكن المشكلة ان فيه اللي هما بيوزعوا المخدرات او الناس اللي بتنتج المخدرات اخدوا المخدر ده واضافوا عليه اضافات من عندهم وخلوه اللي ياخدوا يبقى مش قادر يتحكم في نفسه مش فاهم هو بيعمل ايه واللي بيسحى بعد كده مش فاكر هو عمل ايه بيبقى مسلوب العقل والارادة وايضا مش بيقدر يتحكم في حركاته الايدين والرجلين والرقبة المهم بيقول الموقع انه هو عقار قوي جدا بحيث تكون مقاديره ضئيلة جدا مثل بضع حبات من الملح المميتة يعني الحبات الوحدة فيها اقل من الميكرو جرام فيها ميكرو جرام يعني حاجة كده واحدة قياس اقل من الميلي جرام وبحسب تقرير لموقع يو اس نيوز بيطلق اباء طلاب المدارس السنوية والجامعات على اسم هذا المخدر بالقاتل انه موت عيالهم وده الحزن اللي اتكلم عنه نوستراداموس فيه توقعه شايف حزن ونساء في حداد وناس متدهئة على موت عيالهم خصوصا من الشباب واسمعوا بقى موت كام في قديه وتسبب المخدر القوي في وفاة حوالي 60 ألف شخص من أصل 100 ألف توفوا بجرعات زيدة من المخدرات خلال 12 شهر الأخيرة يعني عمتا في أمريكا مات 100 ألف واحد بسبب جرعة زيادة من المخدرات منهم 60 ألف من المخدر دبس الفنتانايل والكلام ده من إبريل 2020 لإبريل 2021 وبحسب ما ذكرته صحيفة كلورادوسان في ان تتبع مصدر الحبوب بيستغرق شهور وممكن سنين محدش عارف مين اللي بيعمل الحبوب دي ومين اللي بيوزعها وهم بيتعاملوا مع المخدر على أنهم بيحلوا قضايا أكل مش قضايا عادية وللأسف في ناس ماتت في أطفال ماتت لأنهم أخذوا الدواء عن طريق الخطأ بسبب أن أهليهم مدمنين من هذا الدواء وماتوا وكمان المخدر ده لي أشكال ممكن عن طريق حب أو أقراص وممكن عن طريق حقن وممكن كمان عن طريق لزقة لزقة جلدية بيبقى فيها مسكن برضو كان طفل اتعور أمه مدمنة فراح جاب لزقة فبيحسبها لزقة جروح راح أطعها جسمه راح مالت بسبب أنه هو تسمم بسبب جرعة زيادة من المخدرات زي ما أنتوا شايفين الموضوع صعب ومنتشر وخبراء الإدمان وخبراء المخدرات بيتكلموا على أن المخدر ده الواحده بيتبر الموجة الثالثة من الإدمان وأنه حاجة صعبة أن يموت ستين ألف شخص في سنة واحدة من مخدر واحد دي بتعد مقساة كبيرة جدا اتكلم عنها نستراداموس هقول لكم تاني التوقع عشان تبقوا فاهمين أنا بقول إيه هو كان قايل بالزبط أنه هو عامل يعني أو هم وصفينه بزومبي القيامة وهو قال زي ما أنا قلت أنه عامل زي الوحش الموبوق لأنه بينتشر بسرعة جيدة بين الشباب وبتسبب في قتلهم بتحولوا عاملين زي الزومبي من ضمن أعراضه وبيمشوا في الشارع بتفرجوا على الفيديوهات مش واحد ولا اتنين ده مجموعة من الشباب في الشوارع ماشيين زي الزومبي بالزبط ومش عارفين يتحكموا زي ما أنا قلت في أطرافهم أنا نفسي أرجوكم اتفرجوا على الفيديوهات اللي أنا بقول لكم عليها عشانا مش هينفع حطها اكتبوا بس كده شباب أمريكا ومخدر الفينتانايل هتشوفوا منظر صعبة جدا هو كان قايل كده برضو نستراداموس أنه هيموت الأباء والأمهات من أحزان لحصرة لها بسبب موت الشباب ونساء في حداد والوحش الموبوق وقال كمان أنه هيبقى زومبي شباب يعني هو حدد كمان الفئة وده اللي بيحصل دلوقتي في 2021 2020 هو ظاهر هو المخدر موجود من فترة كبيرة من التسعينات يعني بيستخدم كمسكن للألم لمرض السرطان ولكن دلوقتي بيتم استخدامه خلال السنتين الأخيرين وخصوصا أواخر كم شهر دلوقتي في 2021 بدأت أعداد الشباب بتزيد جدا اللي بتضمن على هذا المخدر العين اللي بيخليهم عاملين زي الزومبي ومش فاهمين هم ما بيعملوا إيه ولا بيروحوا فين وكمان نهايته الموت شكرا لحضراتكم أتمنى أن أنا آآ وضحت لكم الموضوع وكان من ضمن كمان توقعات نستراداموس الأخيرة لعام 22 برضا عشان أفكركم كان قيل في كوارس طبعية كتيرة جدا وبيقول فيها قد يكون العام المقبل هو اللحظة التي يصل فيها تغيير المناخ إلى نقطة تحول البشرية وفقا للنستراداموس وحضر وقال سنرى الماء يتصاعد والأرض تسقط من تحته وفصل البعض هذا على أنه يعني أن تغيير المناخ سيصبح أخيرا غير محتمل وفي الواقع بترتفع مستويات سطح البحر في مواجهة ارتفاع درجة حرارة الكوكب الذي يتسبب في زوابان القمم الجالدية القطبية ومن دمن التوقعات أيضا زلزال كبير سيضرب ولاية كاليفورنيا وحضر وقال الحديقة المنحدرة كارثة كبيرة عبر أراضي الغرب ولومبردي النار في السفينة والطعون والعبودية عطارت في القوس وزحى اليتلاشة وبطبيعة الحال فصل الخبراء أراضي الغرب على أنها ولاية كاليفورنيا وهي منطقة معرضة للزلازل القوية حتى أن الأبراج السنوية قدمت تاريخا محدد لوقت حدوث ذلك قلنا يوم خمسة وعشرين نوفمبر عندما يصل عطارت إلى القوس زي ما كان قيل في توقعه عطارت في القوس وطبعا العلم عند الله ولكن التوقع زي ما قاله من حوالي خمسمائة سنة أو ستمائة سنة بدأ يتحقق بالفعل ونشوفه في شباب بيموت وكمان بيتحول لشكل الزومبي شكرا وشوفكم بخير بتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس وتعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس